هنأ رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين الإعلاميين بمناسبة ذكرى انطلاق البث الأول للإرسال التلفزيوني في مصر في 21 يوليو عام 1960 هذا اليوم الذي انطلق فيه البث التلفزيوني ليبدأ معه رسالة إعلامية جدة وهادفة رسخت لقيم ومبادئ المجتمع المصري الأصيل من خلال جيل عمالقة ورواد العمل الإعلامي المصري وأضف زين أن أبناء الإعلام الوطني لا يزالون يقومون بدورهم الوطني بتقديم رسالة إعلامية مهنية صادقة تواكب متطلبات تطورات العصر ويقدمون خطاباً إعلامياً يساهم في تنمية الوعي لتحقيق إدراك وفهم صحيح للمتغيرات والتحديات الجسام التي طرأت على المشهد العالمي معرباً عن تمنياته لجميع الإعلاميين بدوام التوفيق والنجاح ترجمة نانسي قنقر